بسم الله الرحمن الرحيم وثنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين أعزائي المشاهدين أرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم بين الشريعة والقانون وبعد الحمد لله الذي نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله أول خلق الله وخاطم رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بداية وقبل أن ندخل في موضوع الحلقة أود أنا وأسرة البرنامج وقناة الصحة والجمال أن نتوجه بالتهنئة إلى أعرق شعوب الدنيا الشعب المصري بذكرى العزة والكرامة الذكرى التي أعادت الثقة للإنسان المصري وأثبتت أننا خير جنود الأرض أهنئكم وأهنئ نفسي وأهنئ القوات المسلحة والقائد الأعلى للقوات المسلحة والأمة العربية بالذكرى السبع واربعين لحرب أكتوبر المجيدة دائما مصرنا من نصر إلى نصر بإذن الله فتهنئة لكم جميعا بتلك الزكرى الطيبة المبركة أعزائي المشاهدين جاء لاتصالات كثيرة جدا كنا في هذه الحلقة سوف نتناول الأمر الجنائي أو القانون الجنائي بين الشريعة والقانون لكن جاءت لي اتصالات كثيرة جدا جدا من السادة المشاهدين يعني والله ما أدر أحصيها وإن كنت سعيد بتلك الاتصالات لكنها والله برضو طركت في النفس غصة لأن نكمل مع حضرتكم المشاكل الأسرية بين الشريعة والقانون يعني تكلمنا في هذا الموضوع في الحلقة السابقة في عجالة المحزن اتصالات كثيرة جدا زوج يشكي زوجة أو زوجة تشتكي زوج وتفكك أسري رهيب من نزاعات أسرية أدت وللأسف لانهيار كيان المجتمع لانهيار نواة المجتمع وأصله هي الأسرة من أراد التواصل من حضرتكم معنا فالأرقام موجودة على الشاشة وعنوان المكتب موجود على الشاشة للتواصل في أي أمر قانوني وبخصة المشاكل الزوجية إلا أرجو أن أكون ولو مساهم قليل والله في حل مشكلة لأن ترجع الأسرة إلى أن ترجع الأسرة وأن تكون ربطها مرة أخرى لأن الأسرة هي نواة المجتمع أصل المجتمع تواصل معي ويكون في سرية تم والله مستعدا أن تقل الأسر نحاول أن نصلح لأنه يريد إصلاحا يوفق الله بينهما ولواجه الله نريد الإصلاح طيب هنستكمل في هذه الحلقة بتبحر أكثر في المشاكل الزوجية بس قبل أن نبدأ في هذا الأمر سألني البعض يا أستاذنا بنسمع أكثر من رأيي في موضوع الطلاق يعني أروح للشيخ الفلاني يقول لي طلاقك واقع أروح للشيخ الثاني يقول لي لا ليس واقع ودخلنا في لخبطة على حد تعبير السائل تبقل بأنه رأي بقول إيه طبعا بقول لك برنامجنا مش ديني لكن النهاردة قانون الأحوال الشخصية المصري كله من الشرع كله من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله وسلم وبرك عليه لذا تلاقي الحلقة مستبغة بتلك السبغة قانون الأحوال الشخصية كله من شرع الله قرآن الكريم وسنة النبي صلى الله وسلم وبرك عليه وسبق أني قلت أحداتكم أني بنأخذ بالراجح في مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان برضو بمشاكل أسرية بعيدا عن مشكلة الزوج والزوجة والأولاد والنفقات والأيمى وهذا الأمر في موضوع آخر ضاع بين الأسر والأسف الشديد وهو قصة الميراس من يأكلون المواريس بغير وجه حق ويضربون والعياذ بالله بآيات الله وأحكامه القاطعة في تلك المسائل عرض الحائد وكأنه يريد أن يشرع من عنده طيب نرجع لقصة أن هناك أكثر من رأي في موضوع الطلاق شريعتنا الغراء شريعة صلحة لكل زمان ومكان تصلح للتطبيق في كل وقت وتتطور بمتطور المجتمعات بل تتطور مع العادات والتقاليد لذلك هي صالحة إلى ما شاء الله وحتى تقوم الساعة طيب اللي بيسمع أكثر من رأي في قصة الطلاق أنه أوقع طلاق بامرأته مثلا ألا أنت طالق وعملها كده أو ألا أنت طالق بالتلات بإجمال التلات طلاقات في قول واحد ده يقع ولا ما يقعش من عزة إسلامك أن الأمر يتناوله أكثر من رأي قد يظهر بينهم الخلاف لكن إذا أخذت بهذا الرأي فلا تنتقد الآخر أنه أخذ برأي آخر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبرك عليه رجل قال لامرأته أنت طالق حتى حين أركز معي أرجوك عشان نخرج من دائرة الخلاف ولا يضعوكم في مشكلة الحرام والحلال بغير علم فهذا النبي قال لامرأته أنت طالق حتى حين إيه حين دي ذهب للنبي صلى الله عليه وبرك عليه يبحث عن النبي عشان يشوف حل المشكلته قلت لامرأتي أنت طالق حتى حين إيه الحين دي بحث عن النبي لم يجد النبي فوجد سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه خلي بالك ثانية سنين الصديق رضي الله عنه وأرضاه قال له يا أبا بكر قلت لامرأتي أنت طالق حتى حين فإيه الموضوع قال له حرمت عليك حتى الموت حرمت عليك حتى الموت يعني محرمة أبدية مع جابوش الرأي ذهب لسيدنا عمر قال له يا عمر قلت لامرأتي أنت طالق حتى حين فقال له محرمة عليك أربعين سنة مع جابوش الرأي ذهب لسيدنا عثمان شوف سيدنا عمر في الأل قال له أربعين سنة سيدنا عمر من فرق الحق من البطر الفاروق ذهب لسيدنا عثمان قال له قلت لامرأتي أنت طالق حتى حين فماذا أفعل؟ قال له محرمة عليك سنة ذهب لسيدنا عثمان زنورين مع جابوش الرأي ذهب لسيدنا علي كرم الله وجه قال له قلت لامرأتي أنت طالق حتى حين فماذا أفعل؟ قال له محرمة عليك ليلة واحدة اللقبطة دي الظاهر أنها لقبطة لكن الباطن بل والله والظاهر أنها رحمة للمسلمين الخلاف في الدين رحمة لك أيها المسلم فلا تنتقد الآخر أنه أخذ برأيه ولا تنتقد عالم ولا تسفه من علمائنا ولا أظهرنا ولا ضرء افتاءنا لأن الأمر يحتمل أكثر من رأيه شوف سيدنا أبو بكر قال له محرمة عليك حتى الموت سيدنا عمر قال له محرمة عليك أربعين سنة سيدنا عثمان قال له محرمة عليك سنة سيدنا علي قال له محرمة عليك ليلة واحدة جاء النبي صلى الله عليه وقال له ماذا فعلتم بصاحبكم؟ قلت له إيه؟ أنت يا أبا بكر قلت له هي محرمة عليك حتى الموت يعني تحرم أبدي فمن أين لك بالدليل على هذا الرأي؟ قال له رسول الله من الكرآن الكريم إن لفظ حين في الكرآن في أحد الآيات يحمل إلى الموت حتى الموت قال له فمتعناهم حتى حين فمتعناهم حتى حين فالحين هنا إلى الموت يعني متعة أبدية يبقى لا من الكرآن هو؟ من الكرآن وهو رأي وأنت يا عمر قال له أخذت هذا الرأي من الكرآن أيضا بلفز حين مقوس سيدنا آدم في الجنة أربع سنة قوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورة؟ فحين هنا تحمل أربعين سنة وأنت يا عثمان قلت أنها محرمة عليه سنة جبت الكلام ده منين؟ قال له برضو من الكرآن فمتعناهم ده سيدنا عمر سيدنا أبو بكر للأبد فمتعناهم حتى حين سيدنا عمر أربعين سنة مقوس سيدنا آدم في الجنة أربعين سنة هل أتى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورة؟ سيدنا عثمان سنة ليه؟ قال له تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها يبقى الحين هنا سنة قاسها على إن السمار بتطلع كل سنة تؤتي أكلها كل حين معنا اتصال قبل أن نكمل هذا الرأي اتصال فضل فنم اتصال من القاهرة تفضل قال له قال له الاتصال قطعم في انتظار اتصال حضرتك مرة أخرى يبقى سيدنا عثمان قاس هذا الرأي على فمتعناهم عفوا تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها إليا السمار سيدنا علي قال له ليلة وحدة جبت الكلام ده منين يا علي قال له من القرآن فسبحان الله حين تمسون وحين تريحون يبقى أربع أراء في مسألة واحدة قال له النبي صلى الله وسلم وبرك عليه خذ برأي علي فإنه أيصن لك يعني محرم عليك ليلة واحدة فقط يبقى دا للرد على مين على من ينتقد أن هناك أكثر من رأي ده هي مأدوبة عليها كل الطعام لكن تحت مسمى الطعام أخذت من هذا أخذت من هذا فلا تسرب عليك يبقى دا للرد على مين على أولئك الذين يشككون في رأي العلماء من قلب رأي وخالف الرأي الآخر أربع أراء مختلفة الأستاذ أحمد اتصال اتفضل أستاذ أحمد معنا اتصال اتفضل ألو 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 الاتصال أطع برضو منتصر حضرتك تتصل مرة أخرى يبقى أخواننا أربع أراء في مسألة واحدة فمتعناهم حتى حين دا سيدنا أبوكر سيدنا عمر هل قتع الإنسان حين من الظهر دا للأبد أربعين سنة سيدنا عثمان تؤتي أكل أكل حين سيدنا علي فسحون الله حين ترحيون وحين تصبحون يبقى أراء مختلفة إذا أخذت بأي منها فلا تسرب عليك النبي قال له طبعا النبي لم يكن يخير بين أمرين إلا اختر أيصرهم فقال له خذ برأي عليه فإنه أيصر لك طيب هنرجع في عجالة إلى مشكلة مشاكل العصر المشاكل الزوجية وللأسف التي أدت إلى تهدم الأسرة وإلى تفكك المجتمع معانا اتصال مادام زينب تفضلي فن ألو ألو يا مادام زينب برضو قطع الاتصال في انتظار مكالمة حضرتك يا مادام زينب مشاكل زوجية تؤدي إلى انهيار المجتمع تؤدي إلى تشتت الأولاد تلك السمرة وتلك النعمة التي أنعم الله عليك بها المال والبنون زينة الحياة الدنيا والأسف تحت وطأة مشاكل بسيطة ممكن أن تحل رجعنا للزحمد أهلا يا زحمد معانا للزحمد اتصال اتفضل للزحمد أهلا بك صديقنا الدائم اتفضل زحمد اتفضل يا ابني احنا برضو مازلنا عند المماضرة الأولى أن حضرتك برضو تفرض للمشاكل الأسرية أكتر من لقاء العين برضو الاتصالات نازلت كتير جدا نعم والمشاكل الأسرية طبعا لا تعد ولا تحصل نعم يا ابني طبعا عندنا التفسار برضو بعد ذلك حضرتك اتفضل دماغنا حضرتك الحلقة اللي فاتت كنا بنتكلم عن ضواج الكسر نعم فالمشكلة القائمة حاليا أن الزوجة لم تبلغ السن بعد تمام نعم وبلغت السن وتم عفض القران منذ شهر تقريبا نعم إلا أن ولي الزوجة اللي هو والدها لم إلى الآن مصمم على عدم عودة الزوجة إلى منزل الزوجية والزوج يتضرع ويشتكي ايه المشكلة او ايه الحل بين الشراع والقانون في حاجة تانية يا زحمد شكرا جزيلا يا فاند أنا بشكرك يا زحمد على هذا الاتصال وبشكرك يا ابني على أنك لمست مشكلة فعلا من أخطر المشاكل أخطر المشاكل الأب المحترم يعني لا تخطئ مرتين يا أخي بتائي الله زوجته ويقاصر بما نطلق عليه زواج عرفي وقلتلك في الحلقة استبقى ما فيش حاجة اسمها زواج عرفي ده زواج موسق أو زواج غير موسق فأنت زوجتها زواج غير موسق طبعا كامل الأركان من ولي وشهدية عدل وإشهار يبقى زواج لكنك خلفت القانون القانون هنا نعم أستاذ عالاء اتصال لتفضل زعلاء السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله إزاك مع المستشار أهلا بك إزاك عالاء مع حضرتك علاء فارس أهلا وسهلا زعلاء تفضل إزاك مع المستشار سؤالك حبي تفضل متى تستحق الزوجة قيمة المنقلات ومتى يستحق الزوج قيمة المنقلات حاضر ده سؤال جميل زعلاء ربنا بارك فيك في عمرك يا ابني أي حاجة تانية يا زعلاء ممكن تقول كمان بعد إزاك حضرتك تفضل عندنا في جو الريف لما يجي حد يكتب الكتاب بتاعه لازم يمضي على القيمة نعم فلما يكون مثلا إيه يجي يكون واحد صاحبه معاه أو قريبه ويجي يبص على القيمة يلاقي مثلا قيمة بثلتمائة ألف بربعمائة ألف بأي مبلغ موجود اللي رايح معاه بقول له امضي امضي على القيمة القيمة ما هي إلا منقلات يعني بمعنى إيه إن مثلا تكون التلاجة ثمانها ألف جنيه ومكتومة في القيمة مثلا بسرعة ألف جنيه تمام ويقول له امضي القيمة منقلات فأي وقت يحصل فيه الطلاق هيخدو التلاجة ويخدو الكلام ده الكلام ده صحيح حاضر يا علاء أجاوب لحدتك أنه حاضر شكرا يا زعلاء وده سؤال جميل نكمل سؤال لست أحمد الجندي النهاردة زواج القصر الأب النهاردة خلاص عدت يا سيدي زواجته ويا قاصر وبلغت السن القانوني فإنك والله غلطان عندما زواجتها ويا قاصر وبتغلط مرة أخرى أن تحرمها من زوجها وأن تحرمها من بيتها خاصة وأن هي تريد زوجها مثلا طيب إيه اللي منعك يعني إيه اللي منع حضرك أن أنت تخلى تدخل لبيت زوجها الحل النهاردة حل شرعي أنك ترتكب حرمانية وارتكبتها عندما زوجتها قاصر لأن النهاردة ولي الأمر بيضع ما ينوزم المجتمع فمخلفة ولي الأمر في تحديد سن الزواج أو ما إلا ذلك لا بيعتبر مخلفة شرعية ما أقدرش أقول الزوج هنا وجله مثلا إنذار طاعة لكن هي عليها أن تذهب إلى بيت زوجها معلش طاعة الزوج النهاردة طاعة وجبة اذهبي إلى بيت زوجك لأنه لطاعة لمخلوق في معصية الخالق وأنت يقول أب اتق الله ما تخليش المسائل تكتر أكتر من كده ما تخليش الزوج يلجأ إلى محاكم هيطلوبه في بيت طاعة وبنتك تاخد ناشز وبسببك أنت ويا جز مش عايزة نشوزه ولا عايزة أي أمر فاتق الله وخليها ترجع لبيتها ما تخطأش مرتين أستاذ علاء بيتكلم على استحقاق الزوجة لقائمة المنقلات بقول لحضراتك وأكد مرة أخرى عشان نتق الله في هذا الأمر متى تستحق الزوجة قائمة المنقلات ومتى يستحقها الزوج اللي بيحصل عملا في أحوالنا إن مفيش مرة بالدفع بنقول المسمى بيننا أو جنيه والتاني مثلا مؤخر كتب أو لم يكتب نعم فبيحصل إن هي ما بتاخدش مهر نعم فبيحصل هي ما بتاخدش مهر الزوجة ما بتاخدش مهر لكن بهذا المهر بتجيب بعفش فأصبح المهر جزء من المنقلات سواء كان المهر جاب المنقلات كلها أو جاب جزء منها نعم أم مفارس اتصالت فضالي مفارس ألوسا عليكم وعليكم السلام تفضلي بقول له حضرتك أنا معايا أخويا ألو أيها معاك يا مفارس فضالي معايا أخويا كانت متجوز ومراته عمل لها جايمة 8000 فحصلت مشاكل يعني مشاكل بسيطة جدا نعم وبعد كده يعني راحت فترة قال لها لو روحتي بيت أهلك أنا مش هجيبك تاني يعني فالمهمة راح لها أخد ناس ورح له مردش تالي وبعد بعد كام شهر كده الجهة عاملة انظار خلع وبالفعل اتخلعت خلعت نفسك خلعت نفسها مفارس خلعت نفسها يعني آه آه عاملت نظام خلع تمام وبعد كده مش رادي تاخد آه يا أستاذ يعني العفش التاحة وكده فهي عايزة الجايمة تعيتها عايزة إيه؟ عايزة فلوس عايزة الجايمة تعيتها فلوس نعم آه ودلوقت يعني يعني هي ندمت زي اللي ندمانا وهو برضو يعني زي مش رادي برضو يرجحها يقول لها لا ترجعي على كده من غير جايمة ولا حاجة يا إما خلاص الموضوع يعني أجاوبك يا مفارس حاضر أي أمر آخر تحت أمرك يا حاضر أجاوب حاضراتك يبقى يا أخواننا النهاردة الأيمة الأيمة لو هي عبارة عن المهر فخلاص هي بتستحق للزوجة استحقاق كامل خلاص لإني ده مهرها حق الاستحلال ولكن لو الزوج دفع مهر الزوج دفع مهر ويا خلاص خديدة المهر ولم تشترك في قائمة المنقلات وهو اللي جاء بمنقلات فده الأصل الشرعي إنه يجب منقلاته لكن إذا ما حرر قائمة تحت ضغط العادات الاجتماعية فبهم يوضي الله فالقائمة قائمته لا تخصك لأن انت خلاص أبطت مهر ده التفريق ببيل الحالتين اللي بيكلفها الأستحال طيب السؤال الآخر بقولك الأيمة مكتوبة 300 ألف وبنتغلب هذا الأمر جدا وبييجي يقولك خلاص يا عم انت هتردال العفش الكلام ده صحيح الكلام ده صحيح لأن قلتلك يا أخواننا إن قائمة المنقلات عبارة عن إيصال أمانة استلم الزوج من زوجته المنقلات الآتية قدوة نوم غرفة صالون أنتري تلاجة غسالة كلام ده كله قلتلك لازم يوصف الحاجات دي لازم يكتبها بالوصف الدقيق يعني قدوة نوم عبارة عن نوع هكذا توصفها قد إيه عددها قد إيه نعم معنا اتصال تفضل معنا اتصال تفضل سلام عليكم وعليكم السلام تفضل تفضل سلام عليكم وعليكم السلام وتفضل سامعك مع المستشار أهلا 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 تفضل أنا بأتصل بحضرتك بس عشان أهني الشعب المصري والجيش المصري بمناسبة عيد 6 أكتوبر نعم وبنهني الريس عبدالفتاح السيشي بعيد 6 اكتوبر وبنهني العسكرية المصرية وبنقول للريس كل سنة وانت طيب والكل فرد في القوات المسلحة بنقوله كل سنة وانت طيب ومصر بخير ومصر رجع ومصر ايمة وانا سعيد ان انا اتصلت بحضرتك اهلا بيك اهلا بيك واتصال والله جميل اتصال فعلا نهنئ ونكرر تهنئتنا الخير اجناد الارض جيشنا المصري عزتنا كرمتنا قوتنا في هذا الجيش نهنئه ونؤكد على التهنئة ونهنئ القائد الاعلى القوات المسلحة الرئيس عبدالفتاح السيسي الاستاذ المتصل بقول مصر لا ده مصر راجع والله ورجعت ده مصر بس كانت سحابة وعدت على تلك البلد لكن مصر يا القائدة مصر يا الام والله ان مالت مصر فعلا لمالت الدنيا معاها فتهنئة لقواتنا المسلحة وعلى الضرب بإذن الله سائرين نرجع للموضوعنا بكتب قتل تومتالف قلت لك خلاص الايمة لو مكتوبة فلازم ان توصف توصيف دقيق طب لو كتبنا كده كلام مجاهل غرفة نوم غرفة صفرة غرفة ايه كلام ده كله يستطيع الزوج انه هو يجيب اي حاجة طب قضة نوم فلو الزوجة اتلقى ده مش هو ده العفش اللي موجود فبيحصل ايه المحكمة بتودي القائمة لخبير عشان يشوف الزوج كان جايب ايه بالضبط او ما جايبش ايه بالضبط بتوديه خبير فالخبير بيجي بقى فيجي بعد الزوجة تكون محتفظة بصور بتبقى داخلها تحت كفة طرور الاسبات وامر برضو احيانا بيصعب اسباته فيجيب ان توصف القائمة تل نعم فيجيب ان توصف ام احمد معنا اتصالة فضال يا ام احمد اه يا باشا كل سنة حضاراتكو طيبين انت بخير يا ام احمد معاجة فضال يا ام احمد بس احنا بنهن الريس والله على الحاجات الجميلة ديت وربنا يبارك لنا في عمر ويخليه لينا يا رب الله يخليك يا ام احمد رباني يبارك فيك بتشاكن على زي التهنية يا ام احمد رباني يبارك في عمرك ويخليك لنا انت يا باشا ودوء منور الشاشة كده بإذن الله يعيش يا ام احمد رباني يبارك فيك بتحلمش منك وزوءك اهلا بك يا ام احمد والله يتبلغ لنا الريس وقصوك كلها بتحب الريس وأسيوته اللابت هن الرئيس يا سيدته هو بيحب أسيوت برضو ربنا يبارك فيك يا محمد ربنا يخليكوا لي يا رب يا محمد اتأمورين يا سيدة الكل ربنا يبارك فيكم أنا بس حبيته هن الرئيس على الهوى يا سيدته أهلا بيك أهلا بيك وتهنئة واصلة بتشاكلين يا محمد كل سنة وحدك طيبة والله يا أخواننا إحنا شعب طيب وشعب مسالم وشعب بيرضى بالقليل كلنا فرحانين بتلك الذكرى الطيبة المباركة ذكرى انتصار حرب اكتوبر أنا لي رأي أنها آخر الحروب الإسلامية بعد حطين حرب اكتوبر المجيدة عالة العزة عالة الكرامة عالة الجند المصري أصله شعب طيب كله بفرحان بتلك الذكرى يا رب يعيدها علينا بالخير والليوم والبركاته ونحن في استقرار وأكثر استقرار جبالأيما يا أخواننا النهاردة لازم توصفها توصيف دقيق بيجي بقى في الآخر بيقولك إيه استلمت أنا الزوج فلون فلاني من زوج تلك فلونة فلانية القايمة اللي هي عبارة عن كذا 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 فأتعهد بردها أو قيمتها لو قلت القيمة خلي بالك هنا الآيما خسرت أو فقدت شقال جنائي مضايعتش الحق بس فقدت شقال جنائي في أنه يكون فيه آآ 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 آ� معاش خالك؟ ينفهم لا طب خالك ليه أولاد أو شو إبن هزل قبير يعني؟ أولاد خاله بيخدم خالي أولاد خالك إيه؟ أولاد 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 زوجته متوفية برضه يعني بياخدوا معاش من خالك أولا بياخدوش يا بنتي؟ لا ما بياخدوش هم متجوزين اللي هو أولاد خالك آه 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 عموما هو شوفي أجاوبك أي سؤال تاني يا هند؟ نعم؟ يا هند خلاص لو كان دا السؤال يا بنت أجاوبك عليه فاصل ونواصل مع حضراتكم فانتظرون أرحب بحضراتكم مرة ثانية فأهلا ومرحبا يبقى إذن في قيمة المنقلات يا أخواننا وعشان نبسط الأمر للمشاهدين يجب أنت بتحافظ على حقوق بنتك أو الزوج برضو يكون مراعي يجب ما تقولش في النهاية أرضها أو قيمتها لأنها بتكون فقدت صفاتها الجنائية لأن خيرت لأنه في أصل إصال الأمانة وهي عقد وديعة اللي هي قيمة المنقلات لازم يلتزم برد عين الشيء اللي سلموا وبنكتبك في الأخير كده أنها عارية استعمال لأنها كانت جديدة بعد عشر سنين خمس سنين أو كلامنا كله مش هتبقى جديدة كم نقول عارية استعمال وبنحضر أنت تكتب فيها تاريخ نكتب فيها تاريخ لا ما ينفعش كانت مفرس سألت سؤال أن هي الزوجة خلعت نفسها وندمت وعايزة ترجع ما ترجع يا ستي يعني عشان لو في أولاد يبقى تقول لو فيهم حول ترجع الزوجة وحافظي على الأقل على تلك النعمة اللي ربنا أعطاه لك نعم معنات تسأل تفضل السلام الرحمن أيها السلام عليكم وعليكم السلام تفضل إزاي حضرتك السلام السلام أهلا وسألا لو سمعت بس بي طلب زغير كده بنتي متطلقة بقى لأربع سنين نعم ومش عايزة تاخد لحد الوقت ورقة التلعق لأنه هو عمل استهناف والاستهناف عملين يجادله فيه والمحامد باعه بيزود في المدة وبعامة بدد على العفشاء كله خط أمر بالعفش بالكوة الجابرية طيب وروحنا مللناش حاجة خالص في الشقة طيب ولحد دلوقت ولا نفع ولا اتطلقت هي دلوقت محكمة استهناف السكندرية طيب حبيب أجاوبك عبرامحنيني يا حاضر يعني الطلاق استقنف فبرضو نحاول أمام محكمة الاستهناف إنه إحنا نفاهم المحكمة إنه فيه نوع من الإطالة وإحنا ننظف أول موسم القضائي تحاولت يعني نفاهم القضاء من القضاءنا شامخ وبخير الحمد لله إنه فيه تطويل يعني خلاص ما ينفعش فيما يخص قصة العفش معاك الأيمة بتقدر طبعا بتشتكي بالأيمة بترفع بقى جنحة مباشرة أو دعوة مدنية لأنه والشيء الطبيعي يعمل له أنه خاف برضو أنت تروح تاخد العفش بالقوة أو بأي أمر آخر فخف العفش لكن أنت تقدر ترفع دعوة أو جنحة مباشرة عليه بإلزام وبرد المنقلات أو يعني بتقبل نوع من الضغط وده برضو نوع من التفكك برضو أمر بنزوجين وقبل كده قلت لكم وقد أفضى بعضكم إلى بعض وقبل كده قلت لكم إن ده المساق الغليز وليس في القرآن أكثر من تعبير عن المساق الغليز بالزواك طيب يبقى تكون حريص وإنت بتكتب الأيمة ما تحطش فيها تاريخ ما تحطش فيها إن هي تخير بين المبلغين أو تقول الكامل كله لإنه بيبطل الأيمة الواقع يا أخواننا إن مشاكل تعددت بين الزوج وبين الزوجة فيجب علينا جميعا إننا نتقل الله في هذا الأمر القانون بيحكم ما بين الأمرين بيحكم ما بين الزوجة والزوج القضاء أحيانا بيكون معذور لإن الاتنين بيكيلوا لبعض ده يحاول يثبت وهي تحاول تونفي أو هي حاول تونفي وهو حاول يثبت بنخش في جدل كبير جدا بيضيع في الأصل لولاد ما بين الزوج والزوجة الأيمة قلتلك أصال أمانة أحيانا ما الزوج بيلاقي إن فيه حكم حكم نعم معنا تصال أيوة 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 سيدت تفضل أمانة أتفضل يا أما كلك لا أعزة كلانسيات المستشار لو سمعت تفضل عايب معاك تفضل عايب تفضل سامعك ألو أيوة يا باش اتفضل يوسر اتفضل أتفضلك الله اتفضل عايب عايزة أكلمه في موضوع كده خصنا فيه اشترار وبتاع بيننا وبين زماعة وعايزة أكلمه سياد طيب علشان يشوفيه وتجيرني بس للطريق السليم طيب يا حبيب بعد الحلقة ممكن تكلمني وتشوف الأمر إيه واسفروا معك أنا حاضر هنتظر مكلمتك حبيب بعد الحلقة وتكلمني وإن شاء الله أحلولك بإذن الله إن شاء الله بيدي الله إن شاء الله يبقى أخواننا خلاص الأيمة دي يعني هي مشكلة المشاكل يعني بنراعي فيها ما يحفظ حقوق الطرفين لكن في الأصل إنهم يجب يكونوا يعني حرسين على بعضهم بعض حرسين على أولادهم حرسين على اللاقة طيبة حرسين على الأمانة لربنا سبحانه وتعالى أعطاهم لهم حفاظ على أولادك وقبل كده قلت لك إن الزوج والزوجة هم أحسن خدام لأولادهم عشان ناشئ ناشئ طيب ناشئ ينفع وطنه مش ناشئ يطلع معقد نفسيا في مجتمع صعب العيشة فيه الأمر ما يستحملش أكتر من كده الأسرة محتاجة ترجع على أصلها لكن بتخش محاكم بيضع حاجات كتير جدا ما بين الزوج والزوجة والأولاد بتشتتوا ما بين الزوج والزوجة وزوج مش عايز ينفق ده يا أخي إنفاقك على زوجتك أو أولادك تصدق أنه من صدقات صدقة من صدقات أن تنفق عليهم وده أصل هتسأى عليه أمام الله كلكم راعين وكلكم مسؤولون عن رعيتهم لكن إذا كان الأمر خلاص هيحتم الكلام ده كله فيعني خلاص تكتب الأيما بميرض الله ما توصف توصيف دقيق ما نخيرش ما بين الفلوس أو هي ما نحطش تاريخ لأن بعد ثلاث سنوات من عدم الشكوى بيسقط شقها الجنائي نعم اتصال أهلا وسألا تفضل معنا اتصال ايو ولو اتفضل أهلا وسألا مين أم محمد اهلا محمد أموريني تفضلي لو سمحت فندم يعني وهذا زعلان عندنا وبتعمل مشاكل كتير مين اللي زعلان عندك اه يعني في البيت عندنا بتعمل مشاكل كتير اليمين إلي محمد هي ده اصطابرا يعني ممرافة ابني زوجة ابنك نعم بتعمل إيه بقى يعني هي بتعمل مشاكل كتير ولها ثلاث سنين يعني بتعمل مشاكل في البيت يعني deeply ت Lenovoة ومقاش عليه الخالص يعني بتعمل مشاكل مع ابنك ولا مع حضرتك ولا مع مين بالزبط عاما تمت يلبيتك ولا بتعمل مشاكل معايا في البيت ومق표ث يعني مزودة بيت أبوها حاليا طب طب احنا نعمل ايه معاها ايه يا محمد اصل يعني اصل المشكلة ايه يعني اصل هي بتعني مشكل ايه يعني الوحدة كده فطريا ولا هي يعني عايزة ايه بالضبط او ايه مشكلتها مشكلتها انها يعني لها سرد اسميل ما مخلفاش يعني في البيت طيب اجاوبك يا محمد يعني حاضر يعني الصوت يا ولاد بعيد خالص زوجة الابن ده ستة تقل الله في زوجك وتقل الله في الستة ام محمد يعني اعتبرها زي امك وشوفي لو ترضي ان امك يفعل فيها ما تفعلين يبقى فعلي ما شئتي لكن افعل ما شئت كما تدينه تدان لو ما فيش خلفة ده رزق من عند الله سبحانه وتعالى والتقل الله فيها وعملها كأم قد تدعو لك دعوة ربنا وفائك فيها ما تعملش وشاكل تصل المحاكم لانه في الاتنين خسرانين فحفظي على النعمة لربنا اعطاه لك وحفظي على بيت الزوجية النعمة لربنا اعطاه لك اللي لم يكنك طبعا امور يعني توجب وقوع ما حرم الله سبحانه وتعالى يعني وحل للطلاق لكن الله سبحانه وتعالى ابغد ابغد الحلال ابغد الحلال عند الله سبحانه وتعالى فالتقل الله سبحانه وتعالى الموضوع الاخر يا اخوانا والأسف الشديد تفشى في المجتمعنا قبل ما نخش فيه عايز اقول يجب اعنينا ان احنا نبسط الحياة الزوجية اخوانا يعني والله ده انداء للقرة نعم اتصال اتفضل الو ايوة اتفضل سلام عليكم السلام عليكم السلام اتفضل بقول لحضرك انا عندي مشكلة بس مش عايز احكيها لحضرتك يعني على الهواء مش ممكن ااخد رقم بعد الحلقة يا اخوانا الاركاب موجودة عالشاشة يعني انه مكتب موجودة عالشاشة تكلمني في انتظارك اهلا بيك اهلا بيك وسهلا منتظرك بإذن الله ايه المانا يا اخوانا نجي في بلدنا او في قرانا او في المدن او في يعني تشكل مجموعات عامة لكده تضع مساق لقائمة المنقلات عشان نيسر الزواج ونيسر على المجتمع وعلى شبابنا وعلى بناتنا اللي كبروا وعدوا تلاتينات واصبحت برضو نسبة العنوسة موجودة ان احنا اللي صعبنا الامر تعالوا نهارده نضع مساق حتى يعني ما حدش قالت بعض يعني اللي تقلت دي ولا دي تقولك شمعنا دا ولا يقولك شمعنا دا يعني هدف القرى وفي مجتمعاتنا دي تطلع البادرة دي يا اخوانا تطلع بدرة ازاي نهارده نضع مساق النهارد الزواج عبارة عن القائمة عبارة عن غرفة النوم اللي هي الأساسيات أساسيات اللي تقوم بها للحياة اللي تمشيهم وهم بعد كده خلاص يناموا أنفسهم ويجيبوا اللي يجيبوه أو ما يجيبوه خلاص دي بيئة حياتهم معانا اتصال تفضل معانا اتصال ايه السلام عليكم وعليكم اهلا وسهلا ايه حضرتك انا ونفوضة جدا انا بكرم حضرتك والله يخليك هستي امورين تحت امرك لو سمحت يا فندي ما كنت عايزة بس اتصفتر في سؤال اختي كانت يعني مكتوب كتابها نعم فجل هذا يعني حصل منهم مساكل وكده ان هو يعني بيقول لها ما تروحش بيك اختك ما تروحش مكان يلبسها النقاب ويريسة ما دخلتش بيته يعني نعم فيعني فحصلت مساكل كتير فسابوا بعض يعني عموما فهو خد الدهب والشمط وكل حاجة نعم فهي فأنا عايزة اتسأل هو ده من حقها ولا من حقه هو هو دخل بيه ولا ما دخلش لا ما دخل طيب اجاوبك حاجة اجاوبك اجاوبك الامور برضو يا اخواننا دي حسامها الشرع وحسامها القرآن الكريم في الزوج الذي لم يدخل بزوجته يعني هو راجل بيحط شروط وبيحط امور وبتكلم في نقاب وبتكلم في مسائل من هذا القبيل يعني يعني ان كانت امور برضو خير الامور كان يجب عليه الوسط ما بين في هذا الامر لكن هو طالما ما دخلش فيها او ما دخلش بها يعني فخلاص احنا بيبتري يعني يسترد ما قدموا من هدايا ما قدموا من شبكة بياخدوا الامور دي كلها وبينتهي الامر على هذا الحد طالما لم يحدث دخول نعم معنا اتصال اخر ا viacin متى يقع طلق الضرر متى يقع طلق الضرر يعني امت زوجة تطلب الطلق للضرر يعني طيب يا حبيب أن الزوجة تنتهي العلاقة الزوجية أخواننا ما بين الزوجة وزوجة بطريقين يأما الطلاق يأما الخلع الطلاق لا بد على الزوجة أن تثبت الضرر الزرر بقى أنواع كتيرة بتقدر المحكمة يجب علي أن تثبت بكفة طرق إثبات أنها مضرورة من هذه الزيجة سواء يعني ضرب عدم إنفاق سوء عشرة يعني أمور برضو زوجية يعني أمور للأسرار بينهم يعني يعني فتقدر تثبت هذا الأمر بكفة طرق إثبات فإذا ما ثبت المحكمة الضرر فبتوقع الطلاق وبتبقى طلقة باقينا بينونا صورة يعني ممكن يرجعها تاني وبقى ثبت هذا الكلام فالضرر متنوع الزحمة يعني له أكثر من وجه المهم يجب إثباته. الخلع طبعا زي أقولنا حضراتكم ليس لو علاقة بالأي ما مطلقا الخلع هي خلاص بتترد ما أخذته حتى لو كان الجنيه بترده وبتتخلع على مدر جلسات بسيطة وبينتهي الأمر إذن عايزين يا أخواننا نشكل مجموعات عمل في قرارنا وببلادنا نضع ميساق لما يسمى قائمة المنقلات لرفع الحرج عن البعض ورفع الحرج عن يعني تقولك دي شمعنا ودي بالانتجابة خلاص اللي عايز يجيب يجيب لكن في إطار عام يجب نحدد هذا الأمر نعطي لهم الأمور اللي تقوم بقى الحياة والله يا أخواننا في بلاد طبيعة هذا الأمر وأحييهم من هذا المكان حطوا مساق خواننا ده العفش وده اللي بيجي لكن يبقى فيه غارمات ويبقى فيه إصالات أمانة ويبقى الست ووزدات الأم ما عرفش ليه ما عرفش ليه البيج وزا فين سابعة طب تكتب إصالات وتكتب إيه وفجأة في الحبس وبقت غارمة وناس يعني أمر ملوش لازمة أصلا معنا التصالي تفضل سلام عليكم وعليكم السلام ماذا كشفت المستشار أنا وسهلا أمريني ربنا يخليك الأمر إلا واحد أنا من منوفية أنا وسهلا أهلا بحضرتك إحنا أنا وإخواتي كان فيه مشاكل على الورف نعم أنا والدي كاتب لي كتاة أرض بإسلي بس ما وصقهاش مع ملاقات صحة توقيع عقد بيع عقد بيع أو عقد بيع ابتدائي طيب وإخواتي راحوا اشتكوا في المحكمة فرزوا سجني دلوقتي هم كل مستنداتهم اللي هم أقدموها شهادة دياناتهم متطقة عن جد جد وما أقدموش على قطعة الأرض دي حاجة باسمه والد حاضر فطبعا كي خبيري هينزل يعمل معاين طمام أقدم العقد بتاعي ولا هم اللي يزدوتهم إن ده حاجة أبوهم عناية حاضر حاضر عناية جاوبك أي سؤال تاني أستاذا شكرا لاتصالك ده كان كلامنا التالي يا خواننا على مشكلة المشاكل في مجتمعنا والأسف نعم اتصال طيب حاضر هو عن المراس المراس كأمر ضاع الأبي بيموت يا أخي رحمه في قبره وزع مراسه كما أمر الله سبحانه وتعالى لم ينظم القرآن أمر تنظيم دقيق إلا قصة المواريس أمر الله سبحانه وتعالى نظمه بكل دقة ما بين الربع التمن الفروض أصحاب العصبات أصحاب الفروض زو الأرحام قصة مش هتعمل القرآن جديد اتق الله ورحم عظم التربة ووزع المراس كما أمر الله سبحانه وتعالى لأنك هتسأل عن يوم القيامة طيب الإجابة على ستة المتصلة قبل وفاة المورس اللي هو القب الأمة أو أي حاج ما نقدرش أقول فيه مراس هو رجل حر في ماله باع لبنته بعقد بيع خلص عقد بيع التانية مش عاجبهم هي عقد بيع باع وخلص اعطى لك كلام بكله يعني ما نقدرش حتى ندخلها في نطاق الوصية لأن الوصية ما يكونش إلا فيه تلت التاركة لكن أنت يا أستاذة هينزل خلاص بتقدم عقد البيع إنه هو باع لك لأن ده أمر ممكن يكون موجود برضه يعني أمر ممكن يحدث إن أب باع لابنه أو أب تاجر وابنه تاجر باع له قبل وفاته قطعة أرض باع له محل باع له وكلام بكله فيه نطاق تجارة ما نقدرش نقول ده وصية لأن بما يرضى ربنا كان بيع وشره بيع وشره صحيح فهي تقدم عقد بيعها للخبير وتسمت الندام وباعها وبتخرج من إطار المراس المراس يا أخواننا يجب أن نطبق فيه شرع ربنا اللي قاله يوسيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنسيين مش يوسيكم الله في أولادكم للذكر مثل الأنسة ده كلام كفر وكلام يخرج عن شرع الله من الذين يمنعوا حق الأنسة في المراس ده صاحب الحق أعطى الحق صاحب المال هو الله سبحانه وتعالى نحن كلنا عبيد لله ووزع الترك بما فرضه وبما أمره فلا تكون مشرع هتغضب ربنا عليك هتقبل يوم القيامة ما يقولك ده بدلت في كلامي بدلت في القرآن هتقول ربنا إيه إزاي تبنع الأنسة وتعطي ده وتشيل ده أو أخ ييجي ما يديش مراس أخته أصلا أرض أبوية وتاخد عزة بالإسم أصلا أرض المرحوم وتروحش الغريب أنت ما لكنت يا أخي ده حق أهة الذي فرضاه الله سبحانه وتعالى فأمر يجب على مجتمعنا أن يلفظه لأن برضو ده من الأمور التي تهدم الحياة الأسرية وبتشتت الأمور وبتجعل نوع من العداء غريب ما بالإخوات نعم محمد معنا التصال لتفضل عزة محمد أيوة معاك أنا تفضل عايبي أمور أنا معايا السلام عليكم عليكم السلام عزة محمد تفضل معاي مشكلة خارج البرنامج تفضل طيب أنتظر مكلمتك يا أستاذ محمد بعد الحلقة أو تحت أمرك ده أنا عاول ده بتفضل عايز تقول إيه تفضل أنا مباني على أرض غير ملك الدولة وبعدان عاملين مصالحات وجالوا اللي على ملك الدولة يروح يعمل مصالحة بس يقنن والدخنين جافل وحكم عليها بسنة سجن وربعمية اثنان وستين الف والبيت ما يجيبش عشد تلاف جنيه. نعم. انا عايز مكان اتلم فيه البيت. اسيبه واسلم البيت. اي جه اتلم فيه البيت. طيب. لان ده محكم عليها سنة سجن وانا عندي اربعة وستين سنة. طيب. محكم عليها بربعمية اثنان وستين اجاوبك يا عامل محمد. اجاوبك اجاوبك حاضر. انت يا حبيبي الوقتي قانون مصالحات امتد الى تقريبا اخر شهر عشر اللي موجود فيه. هتتقدم للوحدة المحلية التابعة لها وبتقدم طلب مصالحة وبتسدد طلب الجدية. هذه المصالحة اذا تمت وخلاص في تقليل خلاص الامر يسروا الامر يا اخواننا من باب تقنين او ضع اليد من باب استقرار المجتمع برضو. يعني البنى على الارض الزراعية وهتك الارض الزراعية والله انا اشبه من يبني على الارض الزراعية زي اللي جاب بغيف عيش ودس عليه برجله. لكن الامر النهاردة يجب ان يقنن يجب ان يوضح حد. نعم? اتصال? فيه اتصال والحاجة ازامن? طيب حاضر. فيجب ان احنا برضو يجب علينا انه يتقدم ليه الوحدة المحلية التابعة لها ويقنن وضعه قبل نهاية شهر عشرة والامر خلاص بقت في خمسين جنيه او حاجة من هذا الامر. اه ويتصالح هذه المصالحة اذا تمت بياخد يقدمها في كل جهة كل جهة بتتصالح معاه وبتنتهي هذا الامر. دائما الاوقات الطيبة بتفوت بسرعة. منتظر حضراتكو الحلقة القادمة بإذن الله. هنتناول برضو موضوعات خاصة بالامر الجنائي ما بين الشريعة والقانون. اسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفعكم بما سمعتم يا رب. وان يحفظ بلدنا من كل مكروه وسوء. واكرر التهنئة لشعبنا المصري العريق. ولقادتنا السياسية بالذكرى السابع وربيل الحرب اكتوبر. استودعكم الله الذي لا تدعو ضائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.